درس بالتسوز ده كله هل نخلعه ولا نحافظ عليه ويا تارى أثر على الدرس اللي جنبه ولا لا ويالإجراء اللي محتاجين نعمله عشان نحافظ عليه أهلا بيكم أنا دكتور عمر سامي ولو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول أول حاجة بدأنا بيئة هي فيلم الأشعة لأن درس زي ده بقاله مدة بالشكل ده أكيد عمل تحت منه مشكلة وبالفعل لقينا تحت منه فيه خراج وطبعا أثر على الدرس اللي جنبه الدرس اللي جنبه مسوز ولكن التسوز لسه ما وصلش للعصب فكانت الخطة العلاجية أن الدرس اللي ما وصلش للعصب هيتحيشي حشو عادي وهيكون الحشو العادي ده عبارة عن حشو الكمبوزيت أو المعروف بالحشو التجميلي أو حشو الليزر وبعد ما نلحقه عشان نضمن أنه هو ما وصلش للعصب نبدأ فيه الدرس التاني اللي هيكون العلاج بتاعه هو حشو عصب وبعد كده طربوش بعد ما نضفنا التسوز في الدرس اللي هيتحيشي حشو عادي عملنا إيزوليشن والإيزوليشن ده عشان نضمن أنه يفيش أي سوائل تيجي على الدرس أثناء الحشو لأن حشو الليزر بيتطلب أن يكون سطح السنة يكون جاف تماما بدأنا خطوات حشو الليزر المادة اللي كانت محطوضة دي اسمها أسيد إيتش دي حمض الفيسفوريك بيكون تركيزه 37% بيعمل ثقوب بالمايكرو على سطح السنة بتساعد في أن الحشو يمسك في السنة كويس هنا دي مادة البوند بنحطها على السطح بتاع الكافيتي كله زي ما انتو شايفين كده بعد كده بنعمل لها ثننج بالهوى ونعمل لها كيورنج بالليزر بقى نبدأ في بناء الدرس بحشو الليزر طبعا زي ما قلتلكو ده الدرس اللي بيتحشي حشو عادي التاني اللي فيه المشكلة الأكبر لسه هنبدأ فيه كمان شوية دي خطوات بناء الدرس او الحاجة بنبني الوول او الجنب بالشكل ده الجدار الجانبي من الدرس بنبنيه وبعد كده بنبني الكافيتي اللي هتكون في نص الدرس من فوق احنا كده بنحاق يعني الكافيتي دي بنسميها كلاس 2 لما بنبني الجدار ده فاحنا كده بنحاولها لكلاس 1 فبتسهل ان احنا نحط الريستوريشن بعد كده او الحشو طبعا حشو الليزر ما ينفعش نحط المادة كلها مرة واحدة كده لانه هو بيحصل له انكماش فالانكماش ده بيأثر على يعني الربطة بتاعته مع السنة فبيأثر بشكل كبير جدا وممكن الحشوة تبدأ تفك او يحصل تسريب بين الحشوة وسطح السنة ويحصل تساوس مرة تانية فلازم نحط الليزر طبعا طبعا ويكون سمكها مش كبير هنا بعد ما خلصنا الدرس اللي هو قلنا هيتحشي حشو عادي بدأنا في الدرس اللي جنب منه طبعا الدرس اللي جنب منه اللي محتاجك حشو عصب هيتعمل على جلستين دي كده الجلسة الاولى بنظف التساوس كله اللي موجود في الدرس طبعا التساوس كتير جدا فتنظيفه ياخد وقت بالإضافة فيه تساوس في السطح الخارجي من ناحية الخد زي ما انتو شايفين كل ده التساوس هنا دي حجرة العصب بدأنا نوص الله الدرس بتبدأ الملوحة بتاعته تتباين التساوس بيكون ما يخلي الدنيا دارك خالص ومش باين اي تفاصيل من الدرس هيكل الدرس نفسه يعني هنا كده دي حجرة العصب لو بصنا هنلاحظ ان فيه بداية حجرة العصب اللي بنوصل بيها للقنوات بتاعت الدرس الدرس ده في قناتين هنا مفيش اي بليدينج او مفيش اي دم خارج من الدرس لاني العصب حصل له حاجة سمعني كروزز تأكل تماما وبالتالي عمل اه انفيكشن او اه خراج في نهاية الجدر حولين الجدر وده عشان يكف لازم اه البكتيريا اللي في القنوات تنضف كويس جدا هنا بعد ما نظفنا التسوس كله بناخد الاطول بتاعت القنوات هنا بعد ما حضرناها بنبدأ نكسلها كويس جدا بالسوديوم هايبوكولورايد ده محلول بموت البكتيريا اللي بيكون موجودة في القنوات بتاعم بيكون في بكتيريا كتيرة جدا فعشان نساعد ان الخراج التائم لازم القنوات دي تنضف كويس قوي هنا بنحنى المحلول ده الواسوديوم هايبوكولورايد بعد ما خلصنا تنضف القنوات بنبدأ ننشف القنوات كويس بحيث تبقى القنوات جافة تماما قبل الحشو جاء البيبر بوينت دي الحاجة اللي بننشف بها القنوات بنصور في المقاشعة قبل ما نبدأ حشو عصب عشان نتأكد من أطوان هنا بعد ما خلصنا حشو عصب للقناتين هنبدأ نحط التقفيل الخارجي باستخدام حشو الليزر بنفس الخطوات اللي عملنا في الدرس اللي جانبه اللي اتحاشع حشو عادي بعد ما عملنا اسد اتش وبعد كده حطنا البوند هنبدأ نحط حشو الليزر هو هنا من النوع الفلابل عشان يملأ كل الفراغات هذا يضمن ان احنا نعمل سيل كويس نكون مقفلين الدرس كويس بحيث ما يحصلش اي تسريب خالص وندي فرصة للجسم انه هو يساعد على التقامل الخراج وما يحصلش تساوس مرة تانية وما يحصلش ان البكتيريا تخوش جول الدرس مرة تانية برضو هنا الحواف بنبقى عايزين نضمن ان احنا مقفلينها كويس طبعا درس زي ده يعني احنا اخترنا نقفلين الدرس كويس ان احنا مش هنعمله دعمات لان ان شاء الله نقدر نعمل حاجة اسمها فيرول ان احنا لما نجي نعمل التربوش هيكون التربوش مقفل على هيكل السنة نفسه مش الحشوة فبالتالي مش هنحتاج الدعمات في الدرس ده هنا حشو الليزر بنطبعه على الدرس بحيث ما يكونش فيه فراغات هنا بعد ما خلصنا والدرس جاهز ان احنا نحضره عشان نعمله تربوش دي الارقام بتاعتي وصفحة الفيسبوك ما تنسوش تعمله وسبسكرايب ويتفعله الجرس وتشوف الفيديوهات اللي قبل كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة